كيفية صلاة المغرب بعد التطهر تقف معتدلا مستقيما كما هو مبين ولا تباعد كثيرا بين القدمين وتكون متوجها نحو القبلة أي متوجها نحو الكعبة واضعا أمامك التربة مستعدا لبدء صلاة المغرب ويستحب أن تنظر للتربة أثناء الصلاة ثم تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام ويجب أن تنطق تكبيرة الإحرام بشكل صحيح هكذا الله أكبر وليس هكذا الله أكبر الله أكبر بعد تكبيرة الإحرام تسكت للحظة ثم تقرأ صورة الفاتحة جهرى أي تقرأ بصوتك الاعتيادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبعد الفاتحة تسكت للحظة ثم تقرأ صورة التوحيد جهرا أيضا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا هو وضع الرقوع في وضع الرقوع يجب أن تنحني للوسط تقريبا وتضع الكفين على الرقبتين وتنظر إلى الأسفل أما ذكر الرقوع فهو سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده بعد الرقوع يجب أن تقف معتدلا مستقيمة للحظة ثم تنزل للسجود هذا هو وضع السجود في وضع السجود يجب أن تكون جميع المساجد السبعة على الأرض والمساجد السبعة هي الكفان الركبتان ورأس إبهامي قدميك ولا بأس أن تضع بقية أصابع القدمين والجبهة ولكن الجبهة يجب أن تكون على التربة لا يجوز رفع أي من المساجد السبع أثناء ذكر السجود أما ذكر السجود فهو سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد السجد الثانية تجلس الجلسة الثانية للحظة وهنا تكون أنهيت الركعة الأولى ثم تنهض بعدها لتبدأ بالركعة الثانية في بداية الركعة الثانية تعيد ما فعلته في الركعة الأولى مبتدئا بقراءة صورة الفاتحة جهرى إلى أن تصل للجلسة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وأياك نستعين إحدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد وهنا تكون أنهيت الركعة الثانية ثم تنهض بعدها لتبدأ بالركعة الثالثة في بداية الركعة الثالثة بدل الفاتحة والتوحيد تقرأ التسبيحات الأربعة بإخفات مرة واحدة والإخفات هو أن تقرأ بالهمس كما سنسمع بعد قليل أما التسبيحة فهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد الجلوس الثاني في الركعة الثالثة تتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد بعد التشهد تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التسليم دائما يكون عند نهاية الصلاة وبهذا تكون أنهيت صلاة المقرب ملاحظة أذكار الركوع والسجود والتشهد والسلام تستطيع قراءتها إما جهرا أو إخفاتا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر